جانب آخر ومجال آخر من خلال جائزة الكويت ليتميز والإبداع الشبابي ومجال الإعلام معنا هو الحاصل على هذه الجائزة راح نتكلم أكثر عن تجربتها الإعلامية وأيضا حصولها على هذه الجائزة مع الأستاذ علي بهبهاني مساء الخير وحياك الله مساء النور ياهلا فيتش شاكر لكم هذه الضيافة والتلفزيون الرائع حياك الله أستاذي في البداية كلمنا عن مشاركتك في هذه المسابقة طبعا أنا شاركت عن مشروع الإعلامي اللي هو مشروع كويتي اللي يهدف لإبراز الجانب الإيجابي في دولة الكويت والصورة والوجه الحضاري لهذه الدولة من خلال عدة جوانب لعل أبرزها المشاريع التنموية الحاصلة اللي قاعد تنفذ من القطاع الحكومي أو القطاعات الأخرى القطاع الخاص أو الجهات الأخرى والجوانب الأخرى يمكن إنجازات أبناء البلد أيضا يعتبر جانب إيجابي في دولة الكويت كذلك تاريخ الكويت المشرف أنا دائما أصلت وضع عليه لأنه اعتبره جانب إيجابي كذلك وكذلك الحساب يركز على كلمات سمو الأمير لما فيها من حافز لإحنا الشباب والعيال الكويت أنه نبذل المزيد ونقدم المزيد لهذه الأرض الطيبة جميل يعطيك العافية الأمانة بمعنى أنت تخوض هذا المجال وبالأخص من خلال مشروع كويتي أو شيء شون يتلك هذه الفكرة أن أنت تأسس هذا الحساب نعم يتلك الفكرة من أربع سنوات لما شفت النظرة السلبية قاعد تضغى في مواقع التواصل للأسف صار كل شيء جميل بالكويت قام يخذونا الأغلب أو البعض مادة للسخرية فليش يعني قلت ليش ما يكون عندنا الجهة علامية وكنت أقول ليش الإعلام ما يسلط على الجوانب الإيجابية الموجودة وكان جانبي بكوني أنا مهندس كنت أشوف أنه في مشاريع قاعد تتوقع في مشاريع قاعد تتنفذ في حركة يعني صايرة بذاك الوقت يمكن مع بدايتها كانت لكن أقول ليش ماكو جهة علامية فقلت ليش أنا أتحلطم يعني أصير نفس الناس ليش ما أنا أتبنى هالشيء ومن خلال مواقع التواصل أتاحت لي الفرصة أسوي حساب وأنقل وأصور المشاريع التنموية في البلد ومن هنا صارت الانطلاق جميل يعني هذا كان الهدف الأساسي لإنشاءك لهذا الحساب والحساب أنت انشرت أو أسست من خلال تويتر صحيح؟ شو معنى اخترت هذه الوسيلة؟ هو بدأ بالإنستغرام أول شيء لأن كان في مجال أحط صور وعرض صور بعدين صارت عندي مساحة بتويتر قبل تويتر ما يصيرت تحط صور بعدين أحط لك مجال تحط صور فأنا أحب الناس تشوف بعين هالمشروع ويمكن بديت بس كتصاميم الناس كانت تقول لي أنت بس تحط 3D وين البشاريع أنا بنشوفها على أرض الواقع وفعلا كانت في بدايتها لكن والله الحمد الحين قاعد نشوف ما شاء الله تطور كبير بعدين ثم انتقلت من تويتر لي سناب شات صار الموضوع أسهل أن أروح وأغطي وخلي الناس تشوف بعينها المشاريع وهذه النهضة الحمد لله الحين الإذاعة تبنتني قالوا لي تعالي سو برنامج إعلامي تكلم فيها على الأوفم صار عندي برنامج جومي أتكلم فيه عن المشاريع اليديدة بالبلد قناة إحدى القنوات الخاصة اللي هي قناة الشاهد والزميل العلامي محمد الملة كذلك طلعت فيه مقابلة قال لي تعالي اطلع ببرنامجي هم تكلم عن المشاريع التنموية والأشياء الإيجابية في البلد فحسيتها فرصة أن أوصل لجميع الفئات سواء بالتواصل الاجتماعي بالعلام المرئي بالعلام المسموع نعم يمكن هذه النوع من الحسابات الخاصة في المشاريع وغيرها ممكن أنها تأخذ منك مجهود جدا كبير تأخذ منك هم وقت وايد كبير وانسرات لك فالو في تويتر طالع أتابع التويتات اللي تحطها خاصة في المشاريع وغيرها طيب إذا بنتكلم على أبداعات الشباب من خلال مشاريعهم لكويتيا وتقضيتك الخاصة يعني أكيد قاعد تطلع على كثير من المشاريع صح شون تشوفهم من خلال هذا الجانب ما شاء الله شبابنا مبدع في كل مجالات يمكن أنا أول ما فتحت حسابي كنت مركز على المشاريع التنموية والإنجازات اللي قاعد تصير من خلال المشاريع الكبيرة بعدين انتبهت أن شبابنا قاعد يبدع في كل مجالات بالمجال العلمي بالمجال الرياضي جميع المجالات ما شاء الله تلقاهم متميزين يبادرون يحاولون ينجزون فقلت ليش ما أنا بالعكس حسابي مثل ما قاعد في إنجازات حكومية والإنجازات القطاع الخاصة لمشاريع أخلي أخصص جانب لشبابنا أعطيهم حقهم أبرزهم أساعدهم إعلاميا والحمد لله قدرت أني على الأقل أغطي مجموعة كبيرة يعني أدرني مقصر مع البعض لكن قاعد أحاول والله لأنني مجود فردي فأحاول أنه ما أقصر مع الكل صحيح وإن شفت الشباب دائما مركزين مشاريعهم وأفكارهم في أي مجال هو المجال الرياضي يعني أشوف شبابنا مبدعين بمجال الرياضة وهذه مناسبة يمكن أستغلها أقول يا رب المسؤولين يحلون مشكلة الرياضة ويعطون يعني عندنا جيل جيل ما شاء الله موهوب بالرياضة يعطوهم الفرصة صدقوني يعني راح نشوف إنجازات كثيرة أكثر من اللي حاصلة أضعافي ممكن في المجال الرياضي صحيح طيب إذا بنتكلم يعني دائما في بداية أي مشروع أو أي خطوة دائما ما تكون هناك صعوبات في أول خطوة أنت تحطها يعني البعض ممكن هو يشوف أنه والله أن حضرتك عندك إحساف في السوشال ميديا وغيرا أنه ممكن يحسون أن الفكرة وايد بسيطة مع العلم أنه هي تأخذ مجود وايد كبير تنسيقك لهذه نقدر نقول لها الأخبار اللي أنت تحطها في المشاريع المشاريع في القطاع الحكومي وحتى في القطاع الخاص وغيرها التقطيطك المستمرة وحرصك على أن أنت تعرف كل شيء يديد موجود في هذه الديرة لأنه أنا أحتاج مجهود وايد كبير وفيها صعوبة فشن كانت في البداية الصعوبات اللي دائما تواجهت أول صعوبة واجهتها يمكن مع نفسي أنا لأن أنا يعني 2013 ما كانت موجودة هذه الكمية من المشاريع والأشياء الإيجابية فيمكن أول صعوبة واجهتها مع نفسي أنه أنا يعني قاعد أقول هل أنا مقبل فعلا أنه بركز على الجانب الإيجابي هل فعلا يعني هناك في جانب إيجابي بعدها والله الحمد من بديت أحط الجهاد قامت تتحرك وصارت فيه مشاريع وايدة قامت تتوقع عقود يمكن هذا يرجع الفضل بعد الله سبحانه لرؤية القائد ورؤية الأب صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح يعني صاحب السمو مركز على هذا الموضوع وايد ويبي يشوف الإنجازات وفعلا الديوان الأميري قمنا نشوف عدة مشاريع مركز جابر الثقافي الحين يمكن فيه مشاريع أحلى من مركز جابر الثقافي فيه مركز عبدالله السالم الثقافي بيفتح الديوان الأميري قاعد ينفذ حاليا حلبة سباق السيارات للشباب تعتبر مدينة كاملة يتمتد على 2.5 مليون متر مربع تشتمل جميع أنواع سباق السيارات وهذا يعني شيء حلو حق الشباب متاحف متحف السلام كذلك بجانب مركز الشيخ جابر الثقافي جسر جابر يمكن لما أنا بديت المشروع الإعلامي كنت أقرأ أخبار أنه بيتوقع وأنه بيتكنسل ما شاء الله اليوم جسر جابر رابع أطول جسر بالعالم ونسبة الإنجاز واصلة فيه 73% مشاريع الطرق طريق الجهرة يمكن هذا اليومكم تشوفون هنا بالرأي طريق الجهرة طريق جمال عبد الناصر كلها إن شاء الله هذه مشاريع كلها عندك فترك صيرة السابقة والقادمة والتنجز بذن الله وفيه مشاريع عديدة تطوير الدائر الخامس ومشاريع وايد يعني كل الجهات مستشفيات اليوم ما شاء الله قاعد نشوف صحيح الثلاثة عشر مستشفى إن شاء الله راح يفتتح خلال يمكن الخمس سنوات القادمة ويعني ما هي توسعة بس للأقسام ولا مستشفيات صغيرة مستشفيات ضخمة وكبيرة فكل هذه الأشياء صارت بالفعل يعني تدعو للتفاؤل وتشجع أن الواحد يقدم أكثر صحيح الأمانة يعطيك العافية على هذا المجهود اللي قاعد تبدله من خلال هذا الحساب الخاص فيك مشروعي كويت الخاص بكل مشاريع الشراب الكويتين وأيضا مشاريع الحكومية قاعد نتكلم عن شيء في المستقبل قاعد تحطى وحتى في مشاريع موجودة على أرض الواقع حاليا يعطيك العافية الأمانة المهندس علي بهبهاني هل في كلمة أخيرة حاب تختم فيها لقانويات؟ أنا حاب أشكر وزارة الدولة لشؤون الشباب على تخصيص هذه الجائزة اللي انطلقت يمكن من سنتين جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي وهي أول جائزة أمانة تخصص في الوطن العربي صحيح لفئة الشباب وهذه الجائزة أمانة عطتنا دافع لبدل المزيد وشجعتنا يعني يمكن أنا العام شاركت في الجائزة وما حالفني الحظ فيمكن بالحفل لما شفت صاحب السمو قعي يكرم الفائزين قلت لا بشد حيلي أكثر والله الحمد يمكن كان يقولوا لي الدولة ما تقدر والكويت ما تقدر شبابها لا اليوم أثبته من خلال هذه الجائزة أن الكويت فعلا تقدر شبابها اللي يشتهدون صحيح يعطيك العافية والفوروك على هذه الجائزة المهندس علي بهبهاني الأمانة نحن نتشرف لما نشوف عندنا فكر شبابي مثل حضرتك وشارك رح نكون تواصلي معكم وآخر مجال رح نتكلم فيه عن علوم الشرعية بعد هذا البريك